اشتركوا في القناة وافريقيا الشكل اللي قدامنا بيوضح توزيع الكارات يا ترى توزيع الكارات بالشكل ده في العصرنا الحديث الحالي هل هو نفس توزيع الكارات اللي نشأت عليه من ساعة وجودها ومنذ تاريخها هنلاقي ان نظرية الانجراف الكاري بتوضح لنا الجزئية دي وبتقدم لنا اسباب تقدم الفريد فينجر بنظرية حركة الكارات ولما نقول حركة الكارات تقول يعني معنى الكلام ده ان الكارات اتحركت اه في نظرية بتقول كده ان الكارات ما كانتش على وضعها الحالي ده لكنها كانت كتلة واحدة على بعضها وايه اللي حصل هنعرفه مع بعضها معنا العالم الفريد فينجر العالم الفريد فينجر ده صاحب نظرية حركة الكارات طيب هنتنقش مع بعض دلوقتي اسباب تقدم الفريد فينجر بنظرية حركة الكارات اول حاجة ان هو لقى ايه لقى في تشبه كبير بين الشاطئ الشرقي لامريكا الشمالية والجنوبية مع الشاطئ الغربي لأوروبا وافريقيا فقال ازاي يكون فيه تشابه ما بين القارات دي بالرغم ان تبعودها الكبير عن بعضها وانها متنسرة كل واحد في حتة يعني من العالم كده ايه كمان التشابه الكبير بين صخور القارات المختلفة بالرغم ان دي قارة دي في الشمال ودي في الجنوب ودي في حتة تالتة طب ازاي فيه تشابه كبير في الصخور المتواجدة في كل منهم ايضا التشابه الكبير بين بقايا كائنات الحية القديمة على القارات المختلفة وده برضو تساؤل عنده ان هو لأ ان فيه تشابه كبير بين بقايا كائنات الحية القديمة تقولي طب ايه المشكلة مثل لا طبعا فيه مشكلة احنا لما نيجي نلاقي قارة موجودة مثلا في الجنوب وطبع الظروف البقية بتاعتها مثلا يعني معينة سواء كانت حارة او ايا كان مطيرة او فيه قارة تانية في منطقة باردة وشديدة البرودة فنلاقي ان الكائنات الحية القديمة نلاقي البقايا بتاعتها هنا في المنطقة دي زي المنطقة دي زي المنطقة دي تقولي طب ازاي لما الظروف البقية اللي موجودة في هذه المنطقة الباردة لا تسمح بتواجد هذا النوع من الكائنات الحية يبقى كده فيه تساؤل تعالوا نشوف نظرية حركة القرات او الانجراف القري او زحزحة القرات بيتقول ايه بتقول ان القرات جمعها كانت كتلة واحدة عملاقة تسمى ام القرات اللي هي بانجيا ام القرات بانجيا بتنقسم الى لوراسيا وجندوانا تتكون بانجيا من صخور السيال التي توجد فوق صخور السيمة التي تمتد تحت القرات بدأت ام القرات بانجيا تنفصل الى قرات متبعدة خلال حقب الحياة المتوسطة منذ 220 مليون سنة واضح قدامنا؟ يبقى هي في الاول بتقولين انها كانت كتلة كبيرة على بعضها وابتدت تنقسم الى لوراسيا وجندوانا وبعدين بتتكون بانجيا دي من صخور السيال اللي بتوجد فوق صخور السيمة اللي تمتد تحت القرات وبعدين بيقول لنا كمان خدوا بالكو ان بدأت ام القرات بانجيا دي انها تنفصل الى قرات متبعدة وحدد لنا التوقيت تحديدا في حقب الحياة المتوسطة منذ 220 مليون سنة مش قبل كده اخذت القرات اوضاعها الحالية اثناء زمن البلستوسين يبقى هو حدد لنا ان الوضع الحالي اللي بنشوفه دلوقتي اللي موجود عليه القرات ده كان اثناء زمن ايه؟ البلستوسين عندنا هنا قارة جندوانا 200 مليون سنة مضت هنلاقي قارة لوراسيا وشايفين مع بعض انها يعني تقارب القرات مع بعضها ان ما فيش اي ظهور للقرات بوضعها الحالي اللي احنا نعرفه دلوقتي وغدين بالكم نبتدى يحدث تميز القرات وتباعد ابتدى هذا التباعد يزيد اكثر فاكثر الى ان تصل لوضعها الحال خلينا نقارن في الاول ما بين السيال والسيمة طبعا انت هتسبقني تقولي يا ميست على فكرة احنا جبنا سريطهم قبل كده اقولك بالضبط فين؟ تقولي لما قارننا ما بين الكشرة القرية والكشرة المحيطية خلينا نقارن مع بعض ما بين السيال والسيمة طبعا انت هتسبقني وتقولي يا ميست على فكرة احنا تعرفنا عنهم قبل كده اقولك بالضبط امتى لما قارننا ما بين صخور الكشرة القرية والمحيطية وبالتالي لما نيجي نتكلم عن التواجد هتقولي سائدة في جسم القرات لكن هنا سائدة في قيعين المحيطات وتحت القرات المكونات السخرية قلنا هنا سخور السيال الجرانيتي اما في حالة السيمة سخور السيمة البازلتي الكسيفة والوزن النوعي نجدها اقل كسيفة وخفيفة الوزن النوعي في حالة السيال اعلى كسيفة وثقيلة الوزن النوعي في حالة السيمة بتتكون من ايه بقى السيال بتتكون من سيليكا 70% والومنيوم اما السيمة تتكون من سيليكا 45% وماغنس ما هو سبب زحف او زحزحة الكرات اول حاجة تناقش فيها قال ان الطيارات الناقلة للحرارة في السيمة لها قدرة هائلة على تجاعد الكشرة الارضية وتصدقها حاجة كمان اختلاف التضاريس وارتفاع سلاسل الجبال على حواف الكرات الكبيرة يبقى دي حاجتين نتجين عن ايه عن الطيارات الناقلة للحرارة في السيمة بفعل الانجراف الكري اللي هو زحزحة الكرات طيب دايما لما نناقش نظرية ونقول بنود معينة فيها محتاجين ندور على شواهد مؤيدة لذلك وبالتالي هنتناقش مع بعض دلوقتي الشواهد المؤيدة لنظرية الانجراف الكري اللي هي نظرية فانجر عندنا خمس شواهد المعناطسية القديمة المناخ القديم مثالج حقب الحياة القديمة المتأخر الاحافير الحيوانية والنباتية وايضا البناء الجيلوجي للقرات خلينا نتكلم مع بعض على المغناطسية القديمة ايه المقصود بالمغناطسية القديمة؟ هي مغناطسية الصخور اللي بتحتوي على معادن قابلة للمغناطة زي ايه؟ زي اكاسيد الحديد التي تتأثر بالمجال المغناطسي للارض اثناء تكون تلك الصخور ببساطة ان احنا عندنا الصخور هزي الصخور بتحتوي على اكاسيد الحديد وطالما تحتوي على اكاسيد الحديد بنسميها معايد قابلة المعنطة طيب عند تواجدها في مكان معين تقول يا ميس اكيد بتتأثر بالمجال المغناطيسي الارض صح كده في تلك المنطقة جميل جدا المعادة المغناطيسية دي بتظهر تشابه واضح في اتجاه وشدة المجال المغناطيسي عند تكوينها يعني وكأن كل بيدل على الاخر تمام يعني المعادة المغناطيسي دي بيظهر ايه تشابه واضح في اتجاه المجال المغناطيسي امتى عند تكوينه بتعطي كمان شواهد على سلوك المجال المغناطيسي الارض في المناطق المختلفة وكأنه بنستدل منها على المجال المغناطيسي في المنطقة والعكس صحيح من دراسة زاوية الانحراف اللي هي الابرة المغناطيسية وجد ان ايه ان مقدار انحراف الابرة المغناطيسية عند القطب بتساوي تسعين درجة ومقدار الانحراف الابرة المغناطيسية عند خط الاستواء بيساوي سفر وبذلك يمكن تحديد الموقع الاصل للصخر تقول لي ايوه بالتأكيد اثناء تكوينه اذا كان في موقع مختلف عن موضوع الاصل تقول لي ايوه يعني يا ميست انا دلوقتي لو لقيت صخر في مكان معين ماشي ابتدي من خلال ان انا المعدن ده بيساعدني ان انا اقدر احدد هل هو في موضوع الاصل يتوجد عليه ولا لا تعالوا نشوف ازاي في حاجة معينة مهمة لازم نعرفها ان عندنا دوائر العرض زي ما انتم عارفين وجد ان زاوية انحراف الابرة المغناطسية عند القطبين بتديني حوالي 90 درجة بيقل الانحراف ده ايه لان يصل صفر عند خط الاستواء ويبتدي زيد تاني لحد ما نوصل القطب الجنوب يعني انتم اخدين بالكو يعني عند القطبين دايما بيبقى الانحراف 90 ويقل لحد ما يوصل لخط الاستواء صفر لما اجي الاقي صخر زو زاوية انحراف مغناطس 20 درجة قرب القطب الشمالي ده بيدل على زحزحة قطلة الصخر عن موقعها الاصلي مما يؤكد نظرية الانجراف القارة تقولي يعني امس يعني ببساطة احنا لقينا صخر الصخر ده زاوية الانحراف المغناطيس عنده حوالي 20 درجة بس احنا لقينا فيين لقينا عند القطب الشمالي تقولي لا امس ده كلام مش منطق المفروض الصخر ده لو تواجد في المكان ده الاقي انه يديني 90 درجة ليه تقولي لان زاوية انحراف الابرة المغناطيسية عند القطب 90 درجة فكوني ان انا لقيه 20 يبقى ازا المفروض ان هو قريب من خط الاستواء وليس مكان تواجده عند القطبين وهكذا لو ادينا مثال تاني ولقينا مثلا كتلة صخرية موجودة عند خط الاستواء وزاوية انحراف مغناطيس حوالي 80 تقولي لا امس ده مش مكانها خالص تأكيد مكانها قرب القطبين اقولك بالضبط كل ده بيوضح ايه او دليل على ايه ان هناك زحزحة لكتلة هذا الصخر عن موقعها الاصلي وده بيؤكد ايه بالضبط كده يؤكد نظرية الانجراف القارة خلينا نتنقش مع بعض على شاهد اخر ايه الشاهد الاخر ده عند دراسة حيد وسط المحيط تقولي طب يعني ايه حيد وسط المحيط ده شايفين المنطقة دي لانا بشاور عليها دي اسمها حيد وسط المحيط دي عبر عن ايه هي المفروض منطقة دي انه هو قاعد المحيط عادي جدا تمام ونتيجة ضغط من اسفل لاعلى حدث كسر طيب الكسر ده في عمل ايه زيحة طيب ايه اللي حصل تقولي يا ميست ابتدى تمتلق المنطقة دي بطبقة معينة من خلال المجمأ الصهير اللي هي جاية من اسفل لاعلى فكده يعتبر عندي طبقه جديده ما كانتش موجوده جميل طيب مع الوقت بيحدث ايه ان الضغط ايضا بيزيد فيحدث كسر وكأنها بتتقسم نصطين مرة كمان وتبتدي تترسب طبقه جديده طيب وايه كمان تقولي يا ميست برضو ممكن تتقرر كمان مرة ده اسمه حيد وسط المحيط تقولي طب عايزة تقولي ايه ببساطة خلص ان في الاول كان المحيط بالمساحة دي تمام بسبب منطقة حيد وسط المحيط يعني زادت المساحة دي تقولي اه زادت المساحة لاني اعتبر الضاف عندي طبقة كأنها تكسرت نصطين كمان مرة والضاف الطبقة كمان والطبقة دي تكسرت نصطين كمان مرة فادى الى ايه شايفين الاتساع ده والزحزحة دي طب ايه دليلي على كده الدليل ان عند دراسة حيد وسط المحيط لقي ان هناك تماثل الاشرطة المغناطسية وتغيراتها على جانبي حيد وسط المحيط واخدين بالكو يعني تقولي ايه يعني مثل لو انا هدي الطبقة اللي على جنب يعني الجانب حيد وسط المحيط هنا واحد يبقى على الجانب التاني واحد لانها متماثلة زيها طيب لو جينا للطبقة اللي بعدها تبقى اتنين وهناك هنلاقي اتنين الطبقة اللي بعدها الغام اللي انت شايفينها دي تعتبر دي الاحدث ولا الاقدر بتقولي لا ايه مثل دي تعتبر الاحدث يبقى دي تلاتة ودي تلاتة طب ده معناه ايه ده معناه دليل ان خدوس انجراف كاري واضح هنتنقل الجزئية كمان من ضمن الشواهد المؤيدة لنظرية الانجراف الكاري اللي هي نظرية فينجر اللي هو ايه المناخ القديم المناخ القديم ده ايه بقى هنلاقي ان تنتظم الاحزمة المناخية المختلفة في نطق متوازية تمتد من الشرق الى الغرب وتتدرج الاحزمة المناخية من المناخ الاستوائي الى المداري اللي هو الصحراوي الى المعتدل ثم الى منطقة الغابات متساقطة الاوراق ثم الغابات السنوبرية ثم المناخ المتجمد القطبي تقول ايه مثل كل ده طب تعالوا تبصوا معين تقول ايه مستقوا عند خط الاستوائي نلاقي مناخ استوائي نطلع فوق شوية مناخ مداري او صحراوي مناخ معتدل منطقة المراعي او الاعشاب بعدين الغابات المتساقطة الاوراق بعدين الغابات السنوبرية وبعدين المتجمد القطبي لو نزلنا تحت او اسفل خط الاستواء نفس الكلام مداري معتدل منطقة المراعي والاعشاب وبعدين غابات متساقطة الاوراق غابات سنوبرية متجمد قطبي تقول ايه ده يا مستقوا ده بنسميه احزمة مناخية مختلفة وهنلاقيها انها في نطق متوازية تمتد من الشرق للغرب وهنلاقي ان هناك تدرق في هذه الاحزمة المناخية من المناخ الاستوائي الى ان نصل للمتجمد القطبي بعد ما تعرفنا ايه هو المناخ القديم وتعرفنا الاحزمة المناخية دي وتدرجها عايزين نقول ايه بدراسة المناخ والسجيل الجيلوجي يمكن التأكيد على حدوث الزحف القري من خلال دراسة ايه بقى المتبخرات القديمة احفير شعاب مرجانية احفير الفح يبقى دي عندي ثلاث حاجات انا لما ادور عليهم ولاقيهم كل واحد موجود في المكان المفروض يكون فيه يبقى كده ما حصلش زحزحة لكن لما لاقي واحد مثلا زي المتبخرات القديمة هندرسها من بعض الوقت اللي هو المفروض يكون في منطقة مرتفعة درجة حرارته مرتفعة جدا ولاقيه في مكان درجة حرارته منخفضة جدا تقول لي لا ايه مستكده فيه زحزحة في القرات تعالوا نشوف مع بعض دراسة المتبخرات القديمة المتبخرات القديمة ايه تقول لي ايه مستكده انتفقنا عبارة عن رواسب ملحية تراقمة على هيئة ايه طبقات نتيجة تبخر المحاليل التي تحتوي على الاملاح في مناطق مناخية جافة قاحلة يعني الظروف المفروض تتواجد فيها هذه المتبخرات القديمة عبارة عن ايه ان تكون درجة حرارة مرتفعة جميل ومناطق مناخية جافة قاحلة توجد المتبخرات القديمة حاليا في مناطق شديدة البرودة دي بقى المفاجأة شمال اوروبا وكندا مما يؤكد على حدوث الزحف في القر تقول لي تخيلي همست يعني كل الظروف المفروض تتواجد فيها المتبخرات القديمة دي عكس الظروف اللي موجودة فيها حاليا في شمال اوروبا وكندا ده بيأكد لنا ايه تقولي لها ده بيأكد لنا ان طبعا ان في حدوث زحف قار ايه كمان تعالوا ندرس مع بعض احافير الشعاب المرجانية لو هندور على الشعاب المرجانية هندور عليه هنلاقيها فين تقولي همست الشعاب المرجانية لا تتواجد الا في البيئة المدارية طيب المفاجأة لنا بقى هي موجودة فين وجود احافير الشعاب المرجانية دي حاليا قرب المنطقة القطبية بيدل على ان هذه المناطق كانت في بيئة مختلفة عن وضعها الحالي مما يؤكد حدوث الزحف القر يعني تخيلوا مفروض نلاقيها في البيئة المدارية نلاقيها قرب القطبين في الفياطرة الحالية تقولي لها يا مست يبقى اكيد كده في زحف قار ايه دليل كمان معنا من ضمن الادلة دراسة احافير الفحم تقولي بصي بقى مست الفحم ده عشان نلاقيه لا يتواجد الا في بيئة استوائية طب ايه رأيكم بقى في المفاجأة ان احنا بنلاقي الفحم حاليا فين وجود احافير الفحم حاليا قرب المنطقة القطبية تخيلوا يعني المفروض اصلا عند بيئة استوائية نلاقيه هناك فوق او تحت خالص عند المنطقة القطبية ده بيدل على ان هذه المناطق كانت في بيئة مختلفة عن وضعها الحالي مما يؤكد حدوث الزحف القاري من ضمن الشواهد المؤيدة لنظرية الانجراف القاري نظرية فينجر مثالك حقب الحياة القديمة المتأخرة ببساطة تظهر في نصف الكرة الجنوبي مجموعة من الصخور تؤرخ من نهاية حقب الحياة القديمة الى العصر التباشيري نجد ايه بقى؟ تتشابه الصخور بشكل مثير رغم انتشارها في القرات الجنوبية المختلفة زي ايه؟ زي جنوب امريكا، جزر الفوكالاند ايضا جنوب افريقيا، الهند، استراليا والقارة القطبية الجنوبية فصرت الظاهرة ايه بقى؟ وجود قارة عظيمة في الماضي اطلق عليها ارض جندوانة ذاتة مساحة هائلة توزيع رواسب الثلاجات على قتل اليابس بجنوب القارات الجنوبية المختلفة تؤكد ايه بقى؟ ان حركة انجراف قاري لعبت دور في التوزيع الجغرافي لتلك الاقطار الجنوبية حاجة المفروض تكون موجودة في مكان معين لانها متوزنة على القرات بشكل مسير طب ده ده فصر لنا ايه؟ تقول لا ده فصر اكيد ان حركة الانجراف القاري لعبت دور في التوزيع الجغرافي لتلك الاقطار الجنوبية زي ما واضح قدامنا مثالك حقب الحياة ديها منتشرة في الجنوب لهذه القارات وابتدت القارات دي تتباعد واخد معاها المثالج فده بيؤدي الى انجراف القارات ببساطة جدا ايضا من ضمن الشواهد المؤيدة لنظرية الانجراف القاري او نظرية فينجر الاحفير الحيونية والنباتية ايه بقى؟ تقولي ميست بصي بقى احفير بعض الزواحف من جنس واحد لا تستطيع خوض المحيطات ازدهي الاقيها بقى وجد احفير الزواحف دي منحصرة في صخور القارات الجنوبية فقط يؤكد حدوث الزحف القار يعني انا الاقي يعني كائن الطبيعي انه صعب جدا يخوض هذي المحيطات ويوصل المكان ده كون ان انا لقيه دلوقتي في المكان اللي غير متوقع ده يبقى ده اكيد بيؤكد حدوث الزحف القار ايضا احفير اوراق وبذور نباتات اولية توجد في صخور القارات الجنوبية والهند نجد ان وجود هذي الاحفير الحيوانية والنباتية تدل على ايه بقى تدل على الاتصال بين القارات وده بيؤكد ايضا حدوث الزحف القار ايضا من ضمن الادلة المؤيدة لنظرية فينجر ايضا من ضمن الادلة المؤيدة لنظرية فينجر البناء الجلوجي للقارات نجد ايه التركيب الجلوجية بتكمل بعضها البعض وتكون امتداد متناصق مما يرجح أن تلك الجبال كانت متصلة معا وتباعدت عن بعضها البعض ويؤكد حدوث الزحف القر يعني إيه؟ تقولي يا ميسي فعلا إحنا لما ندور على تركيب جيولوجية بتكمل بعضها البعض في مناطق حاليا المسافات بينها كبيرة جدا جدا وظروف البيئية وكل حاجة مختلفة فده دليل أنها كانت في وقت معين قريبة جدا من بعضها طب إيه المثال على كده؟ التشابه بين جبال جنوب أفريقيا وجبال الأرجنتين غربا وجبال غرب أستراليا وتخالين معي شوف كل واحد فيهم فين فمعنى أن احنا نلاقي التشابه ده ده أكيد أنهم في وقت معين كانوا قريبين من بعض وبعدين حدث الزحف القر التشابه بين الشاطئ الغربي لأفريقيا مع الشاطئ الشرقي لأمريكا الجنوبية يعني المفروض يكون فيه تناقض إزاي هذا التشابه ما بين شايفين الفرق دي موجودة فين حالين ودي موجودة فين طيب ده معنى إيه؟ إن هناك تكامل حواف القرات ده بيؤكد لنا إنهم كانوا برضو متقربين في وقت معين وتبعدت في وقت آخر دلوقتي معوعدنا مع فكرة الأسئلة تمعا لنظرية آلفريد وينجر فإن زحف القرات يرجع إلى الطائرات الدورانية الهابطة الطائرات الدورانية الصاعدة الطائرات الناقلة للحرارة في السيمة الطائرات الناقلة للحرارة في السيال بالتأكيد الطيرات النقلة الحرارة في السيمة متى بدأ انفصال القارتين عن بعضهما البعض منذ 2 مليون سنة منذ 90 مليون سنة منذ 220 مليون سنة منذ 300 مليون سنة منذ 220 مليون سنة تتكون المتبخرات الحالية في المناطق القطبية الباردة المراعي الكثيفة الاستوائية الممترة استحراوية الجف استحراوية الجف كل مما يلي من الشواهد التي تدعم نظرية فينجور معدى تشابه سلاسل جبال الارجنتين وجنوب افريقيا وجود رواسب المتبخرات القديمة في القارات الشمالية انتشار رواسب المثالج القديمة في جميع القارات وجود احافير الزواحف والنباتات البدائية في القارات المتباعدة بالتأكيد انتشار رواسب المثالج القديمة في جميع القارات إذا علمت أن زاوية الانحراف المغناطيسي لصخر اللي هي متاعت 15 درجة ده بيؤكد على إيه؟ مما يؤكد تكونه في منطقة قريبة من خط الاستواء القطب الشمالي القطب الجنوبي الغابات السنوبارية بالتأكيد خط الاستواء وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم أتمنى تكونوا استفدتم شكرا جدا لحسن متابعتكم كان معكم نرميل نادي استشاري تنمية مهنية مستمرة بالوزارة